السلام عليكم بنا اتلاقوا في فيديو جديد هذا النهار معكم اسيا من قناة اسيا موند اليوم اجد لكم دي كاب كيك اللي ساهلين بزاف وكي صدقوا وكي تنفخوا كيف ما كتشوفوا وكتلاحظوا والمقادر جد 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 بسيطة وسهلة وموجودين في اي بيت نتمنى ان الوصفة تنا الاعجاب ديالكم وتمنوا تابونوا وتشتركوا بالقناة اللي لم تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ونطلقوا الان الوصفة والمقادر المقادر كيف ما كتلاحظوا سهل ونبسط كيف ما كتشوفوا عندكم في الشاشة ديالكم قد نحتاجوا وجوج خمارة ديال الحلوة ساشية واحدة ديال فاني زوج ديال البيضات وشكولات حبيبات هكا يمكن لكم تديروه بيض يمكن لكم اسود واسود كي يجي معه كيكة ديال الفاني كي تكون زوينة كي اعطي وحد منظر زوين عدنا كاس معا مرش ديال الزيت وكاس ديال السكر وكاس ديال الحليب ودقيق حسب الخاليط نمروا الان باش نديرو الخاليط ديالنا اول حاجة هي هذين نديرو البيض من بعد هذين نضيف قبيصة ديال الملحة سبق لي اللي هاتشوفوا ده باحت ما ذكرتش اللي يكون في المكونات كيف ما هتلاحظوها الان صافي هذين نضيف السكر من بعد هذين نضيف الساشية ديال فاني وهذين نخلط مزيال الخاليط صراحة ما كتطلبش منه واحد الوقت كتير يعني عشرة دقايق ديال انك تقديل الكابكيك وتقديلهم وتدخلهم الفران يعني سهل جدا اه ضفت الحليب كذلك وحركت من بعد هذين نضيف كذلك الزيت وغذين نزيد هكا نضيرو بالطراب اليدوي كيف ما كتلاحظو صافي وغذين نبدأ نغرب الدقيق حيث كيف ما سبق لي وذكرت لكم ضروري انكم تغربوا الدقيق وكذلك خمرات الحلوة باش ما يتوقعش لك هكا كركوبات ولا يبقى اللي ينبف الخاليط ما يدوبوش من اللي كتغرب ليهم صافي كتترتاحي وضغية كي ينساجموا مع الخاليط غذين نبقى نزيد في الدقيق حتى تولي عندي الكتافة ديال الكيك عادي كيف ما تلاحظو معايا دابا صافي غذين نضيف الحبيبة الشوكولة هم الاخيرين وغذين نجيب مول ديال الكابكيك انا عندي هدو اللي فيهم 12 وماي قد نشاط نزيدوا حدين اخرين اللي فيهم 6 لان هدو الكمية اللي اعطيتكم كتعتكم كمية كبيرة يعني 18 حبة كيف ما لحتو كنا نضيف بالمعلقة ثلاث ارباع ديال الكابكيك باش نخلي والربع الاخير انها باش تنفخ فيه وما تفيدش لينا همقى مستمر على هدو الطريقة حيث نكمل الكابكيك ديالي كامل نعمرهم كيف ما لحتو وزيد استخرين يعني 18 حبة من بعد هدو نضيف كتزيين مازال فوق هكا حبيبات ديال الشوكولة باش كيبقوا لينا هكا من الفوق وهدو ندخلهم للفور لدرجة الحرارة ديالهم 180 على نصف ساعة او 35 دقيقة وبالنسبة للناس اللي ما عندهم مش فور لكهربائي ممكن لهم يديرو كيف ما كيطيبو كيكا ديالهم عادية وانتلاقاوا ان شاء الله باش وركم شوك وها هو الشكل ديالهم النهائي صراحة صدقوني احسن من اللي كيتباعوا في المحلات لاحقا انهم كيجوا زوينين بزاف وخصوصا انهم متخافيش اليوم انهم يدعو ولا شي حاجة يعني كيبقوا صابرين لك الاسبوع كامل كيبقوا نفس التراوي اللي فيهم وعدما كيرتابو كيزيانو هكا تديروهم الوليداتكم في القوتة ولا تعتهم ليهم هكا في المدراسة كنتمنى لوصفتنا الاعجاب ديالكم وانتلقى ان شاء الله في وصفة جديدة